السلام عليكم كديرين لبس عليكم مرحبا بكم في قناة بغادي ديجو مع وصفة جديدة غادي نشوفو مسمن كبير معمر بالكفتة والخضر والجوبن غنطيبوه في الفران مسمن كيجي هائل جدا مورق من الداخل ديد وفي نفس الوقت هشيش غادي نغير في العجين اللي كنحضر به عادة لمسمن غادي نضيفو بعد تغييرات على العجين وغادي نحصلو على العجين رائع جدا وهشيش إلا عجباتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو ما زال ما اشتركتوش في القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بكم اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس باش ما تفوتكم حتى وصفة يلا نشوفو المقادير وطريقة التحضير غادي نبدأو بتحضير العجين لأنه كيحتاج الوقت باش يرتاح غادي ناخدو زلافة ديال الدقيق الاسفر او الفينو او الحرش كل واحد اشنو كيسميه الاخوان ديالنا في الجزائر كيسميوه السميد الناعم وغادي نضيفو جوز ليف ديال الدقيق الابيض وبطبيعة الحال هاد الدقيق كنكونو غربلناه من قبل ثم غادي نضيفو خمارة وحدا ديال الحلوة نغربلوها باش يلا كانوا فيها كويرات كنحيدوهم وغادي نضيفو شوية ديال الملحة وباش يجينا هاد العجين هشيش غادي نضيفو ثلاثات المعالق كبار ديال الزبدة ديبة الزبدة اللي تكون من النوع الجيد سفيو غادي نجمعو هاد العجين بماء عادي ما ديال روبيني ما محتاجينش اننا نديرو المدافي غادي نجمعو العجين باش نحصلو على العجين يكون شاد دراسو ماشي جاري وفي نفس الوقت ماشي قاسح بزاف هانتوما كيما كتشوفو عجين ارتب في هاد المرحلة من الاحسن اننا نوضعو هاد العجين في بلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح قبل ما ندلكوه باش ما يتمزقش لنا العجين الى ما كانش عندكم الوقت دلكوه مباشرة المهم انه يتدلكم زيان من بعد كنقطعوه كويرات كيما كتشوفو وكنغطيوه ببلاستيك غدائي ونخليوهم يرتاحو وهاد المرحلة مهم بزاف باش العجين ما يعدبناش من ينبغيو نورقوه ضروري انه يرتاح من الاحسن ساعتين او لا ساعة ونص على الاقل نخليو العجين ديالنا يرتاحو كامشي ونحضرو الحوشوها غادي نحتاجو جوج حبات كبار ديال الباصل مقطعين رقيق جوج حبات ديال الفلفلة حمراء كذلك مقطعين رقيق قصبرو مع دنوس مقطعين شوية ديال الزيتون وجوج حبات ديال ماطيشة يكونو صغار مقطعين كذلك مكعبات وميتين وخمسين جرام ديال الكفتة جوج فصوص ديال تومة وبالنسبة التوابل غا نحتاجو ملح فلفلة حمراء قصبر يابس كامون بزار سكين جبير الخرقو مبلدي ورقة ديال سيدنا موسى غادي ناخدو مقلة غا نديرو فيها البصلة مع شوية ديال زيت زيتون او زيت عادي اللي موجود عندكم غا نوضعوها فوق النار ونخليو البصلة تشحر مزيان حتى الدبال ثم غا نضيفو الفلفلة حمراء مقطعا ونخليوها كذلك تشحر واحنا مرة مرة نقلبو هاد المكوينات من بعد كنضيفو ماتيشا مقطعا كذلك مكعبات شو ما محكوك ورقة سيدنا موسى او ورقة سرند وغا نضيفو التوابل كلها اللي ذكرت غا نخلطو هاد المكونات مزيان حتى تندمج وغا نخليوها تشحر من بعد ما تشحر هاد المكونات مزيان غا نفرغو حد المكان في المقلات وغا نزلو فيه الكفتة نحاولو نحلوها بالمعلقة وإلا كانت المقلات ديالكم ناشفة من الزيت غا نضيفو واحد شوية ديال الزيت باش تشحر فيه هاد الكفتة نحاولو نحلوها باش ما تطيبش وهي قطع كبيرة بغيناها مفتة نبقى ونقلبوها كذلك حتى تقل من بعد غا نخلطوها مع باقي المكونات ونخليوها تشحر من المداق ديال الحشوة وفي آخر مرحلة غا نضيفو قزبرو معدنوس مقطعين وزيتون مقطع سفي غا نخلطو ونخليو هاد الحشوة غير واحد دقيقة ولا جوج فوق النار ونطفيو عليها ونخليوها تبرد مزيان ضروري قبل ما نخدمو بالحشوة تكون باردة مزيان باش ما تفسدش لينا العاجين من بعد ما بردت الحشوة كناخدو شوية ديالجبن محكوك وغادي نضيفوها عليها نخلطو كل شي ونخليوها جانبا وغادي نحتاجو التوريق شوية ديالزيت انا غا نورق غير بالزيت لان العاجين ديجا فيه الزبدة غا ندهنو سطح العمل بشوية ديالزيت وهنا غا نعطيكم واحد لاستيوس الى بغيتو تخدمو بالعاجين وهو ما زال ما مرتاحش كتبسطو الكويرات غير واحد شوية كيما كتشوفوك واحد ثلاثة او الاربعة ديالكويرات كنخليوهم دقيقة ولا جوج وكنبدو نورقو قبل ما ناخدو الكويرة اللولة كنعودوها بكويرة وحدة اخرى جديدة كنحطوها في بلاستها وكناخدو الكويرة اللولة وكنبقاو كل كويرة اخدينها كنعودوها بوحدة جديدة وبها الطريقة كيبقاو عندنا ثلاثة ديالكورات ديال العاجين اللي كنلقوهم مرتاحين ومطلوقين كيسهلو علينا عملية التوريق كنتمنى يكون الشرح واضح وكنبدو نطلقو العاجين ديالنا كيما كتشوفو فكل ما كان العاجين رقيق كل ما كيجين مسمن رائع جدا وما كيجيش مع الجن من الداخل نحاولو نجبدو غير بشوية باش ما يسقطعش لنا العاجين المهم اننا نطلقوها رقيق بزاف ما ننسوش الجوانب ما نخليوهم شغلات ثم كنوضعو الحشوة في الواسط ديال الدائرة وكنجمعوه على شكل مربع بطريقة المسمن العادي بطريقة جد سهلة وبسيطة ولكن النتيجة كتكون رائعة سوف نخليو هدى الحشوة هدى المسمنة عفوا جانبا وغادي نطلقوه مسمنة واحدة اخرى نطلقوها كذلك رقيقها بحل لولا وكنحطوه المسمنة اللولا مقلوبة يعني الجهة اللي فيها الطبقات ديال العاجين كتير هي اللي تكون الفوق من بعد كنحطوه الحشوة فوق من المسمنة اللولا وكنطويه بنفس الطريقة على شكل مربع كنستمرو بهالطريقة وحده وسط وحده حتى تديروه ثلاثة اولى اربعة ديال المسمنات اولا يلا بغيتوا تديروه مسمنة كبيرة ممكن تديروه اكتر انا هنا يا كين المسمنة اللي درت فيها ثلاثة ديال المسمنات وكين اللي درت فيها اربعة هنا غادي نوريكم المسمنة الرابعة هدي فيها اربعة كنحطوه الحشوة فوق المسمنة اللي الوسط وغادي نجمعوه العاجين على شكل مربع نفس العملية كتكرر صفي كان بسطوها واحد شوية وكان وضعوها في صفيحة الفورن مباشرة انا فرشت ورق الطبخ في صفيحة ديال الفورن ومن اللي كيرتاحوا لنا هدا المسمنات كان بسطوهم غير واحد شوية كان دهنو يدينا بالزيت قبل ما نبسطوهم نحاولو ما نبسطوهمش بزاف ما نديروهمش رقاق كان دهنو يدينا بالزيت ونبسطو حتى نكملو المسمن اللي وجدنا كلو وباش نبسطوهم بهاتطريقة ضروري يكونوا رتاحوا يعني ماشي غير نكملوهم ونبدو نبسطو كنخليوهم واحد شوية يرتاحوا باش كي يعاونونا من بعد كناخدو أصفار بيضاء كنضيفو عليها شوية ديال لسو الصوجة هاد الخليط الرائع اللي دائما أنا كندهن به الوجه ديال المسمن كيعطي واحد اللون زوين بزاف الناس اللي ما عندهمش لسو الصوجة ممكن يعاوضوها بشوية ديال الخل مع صفار ديال البيض غير هوي لكنت لسو الصوجة كيكون أحسن ممكن أيضا نديرو شوية ديال فلفلة حمرة حارة مع صفار ديال البيض وكندهنو لوجه ديال مسمن ديالنا الفران في هاد الأثناء يكون سخون مزيان من بعد كنرشو زنجلان او البافو او اللي بغينا وممكن نخليوه غيره كاك فحتى وكي جيزوين كندخلو المسمن ديالنا على نار مهيلة حتى يطيب على خاطره باش يطيب لنا من الداخل النار ما تكونش قوية وكنخليوه حتى يتحمار ونخرجوه وغادي يكون هاده هو شكل النهائي ديال المسمن ديالنا ديال اليوم كانت مننا لوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة وإلى لقاء مع وصفة جديدة